اشتركوا في القناة هناك مجموعة دروس يعني عنوانها الأساسي هو ماذا توفر لنا الطبيعة ماذا توفر لنا الطبيعة إذن الدرس الأول موقع استراتيجي عنوان الدرس الأول هو موقع استراتيجي بمعنى أن المغرب يعني يتميز بموقع استراتيجي سنتعرف على هذا الموقع استراتيجي من خلال الدرس الأول من مادة الجغرافية إذن أهدف التعلم تحديد موقع المغرب بالنسبة للعالم والإحداثيات الجغرافية إبراز الموقع البحري للمغرب وانتماؤه للمجموعات الجغرافية تفسير البعد الاستراتيجي لموقع المغرب الاشتغال بدعامات متنوعة تمهيد إشكالي يحتل المغرب موقعا جغرافيا متميزا ساهمت في إبرازه عدة عوامل فما موقع المغرب بالنسبة للعالم والإحداثيات الجغرافية وما الموقع البحري للمغرب وانتمائه للمجموعات الجغرافية وكيف يمكن تفسير البعد الاستراتيجي لموقع المغرب إذن للإجابة على كل هذه الإشكاليات نبقى مع المقطع التعلمي الأول وحدد موقع المغرب بالنسبة للعالم والإحداثيات الجغرافية وقد سبق لنا أن حددنا الإحداثيات الجغرافية للمغرب في درس الأولى ثانوي يمكنكم الرجوع إليه ففيه الإحداثيات بالنسبة للمغرب النشاط الأول أحدد موقع المغربي بالنسبة للعالم إذن المغرب هو متواجد بشمال إفريقيا كما ترون على الخريطة يعني ملون باللون الأحمر إذن ألاحظ الخريطة رقم واحد أحدد موضعها إذن أحدد موضع الخريطة الخريطة ببساطة هي خريطة موقع المغرب في العالم إذن هي خريطة العالم وموقع المغرب الملون باللون الأحمر شمال إفريقيا بالقرب من أوروبا على المحيط الأطلانتي ويعني على سواحل أيضا البحر الأبيض المتوسط أحدد موقع أسمي القارة التي ينتبه إليها المغرب إذن كما نلاحظ هناك مشموعة من القارات القارة الأوروبية القارة الأسيوية القارة الأسترالية أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ثم هناك القارة الإفريقية إذن المغرب هو جزء من القارة الإفريقية أحدد موقع المغرب بالنسبة لهذه القارة إذن كما قلنا المغرب هو في الشمال الغربي من القارة الإفريقية أقصى الشمال الغربي من القارة الإفريقية أذكر أقرب قارة للمغرب إذن أقرب قارة للمغرب هي أوروبا يعني تصلنا بين المغرب وأوروبا يعني هناك مسافة لا تتجاوز 15 كم وهي عبارة عن مضيق جبل طارق أذكر أقرب قارة كما ذكرنا ذلك أرتب باقي القارات حسب قربها من المغرب إذن المغرب يتواجد القارة الإفريقية قريب من القارة الأوروبية أيضا ليس ببعيد عن القارة الأسيوية وتقريبا نفس المسافة التي تبعد بها القارة الأسيوية هي التي تبعد بها قارة أمريكا الجنوبية وقارة أمريكا الشمالية تبقى أستراليا قارة بعيدة نسبيا عن المغرب واحدد موقع المغرب بالنسبة للاحداثيات الجغرافية استعين بالخريطتين و一 pus واحدWhyруж لي faktiskt احدد موقع المغرب بالنسبة للاحداثيات الجغرافية وحدد موقع المغرب بالنسبة لخط الاستواء و Greenwich احدد موقع المغرب بالنسبة لخطي الطول والعرض وما الى سبق ان رأينا هذا في درس تحديد خطوط الطول والعرض سبق عن رأيناه ويعني يستحسن الرجوع إلى درس تحديد خطوط طول والعرض لكن نقوم بهذا التمرين في هذا الدرس إذن خريطة موقع المغرب بالنسبة لإحداثيات الجغرافية إذن كما نلاحظ المغرب يقع بالقرب من خط جرينيتش الذي هو خط الطول يعني درجة صفر إذن المغرب يقع غرب خط جرينيتش بدرجة واحد ويعني من درجة واحد إلى درجة سبعة عشر غرب خط جرينيتش إذن من الدرجة واحد إلى الدرجة سبعة عشر غرب خط جرينيتش بالنسبة لخطوط العرض بالنسبة لخطوط العرض فالمغرب يقع شمال خطي الاستواء ما بين دائرة عرض 21 ودائرة عرض 36 درجة يعني ما بين 21 درجة و36 درجة إذن أركب تعلماتي أصوغ فقرة أحدد فيها موقع المغرب بالنسبة للعالم وبالنسبة للإحداثيات الجغرافية إذن المغرب يقع في منطقة استراتيجية حيث أنه يقع بشمال غرب إفريقيا يعني بالقرب من القرى الإفريقية يفصلها فقط مضيق جبل الطارق وله وجهة بحرية كبيرة المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط وهو في منطقة استراتيجية كما قلنا فهو قريب من جميع القارات فقريب من القارة الأسيوية والأمريكية وبالتالي فهو يعني في قلبي العالم مفاهيم ومصطلحات موقع استراتيجي موقع جغرافي له أهمية كبرى في العلاقات بين البلدان ويشكل صلة وصل بينها إذن المغرب نظرا لموقع الجغرافي المتميز يشكل صلة وصل بين جميع بلدان العالم المقطع التعلمي الثاني أبرز الموقع البحري للمغرب امتمائه للمجموعات الجغرافية أميز موقع المغرب بالنسبة للواجهات البحرية إذن الخريطة رقم ثلاثة خريطة موقع المغرب البحري إذن كما هو ملاحظ المغرب يعني يقع على المحيط الأطلسي أو الأطلانتي وأيضا له سواحل بالبحر الأبيضي المتوسط إذن الواجهة البحرية التي يطلع عليها المغرب من الغربي المحيط الأطلسي كما قلنا والأبيض المتوسط النشاط الثاني أحدد المجموعات الجغرافية التي ينتمي إليها المغرب إذن المجموعات الجغرافية التي ينتميها إليها المغرب كما نعلم فالمغرب هو بلد عربي يعني اللغة الرسمية الأساسية بالمغرب هي اللغة العربية وأيضا إلى جانب اللغة الأمازيغية لغة التعليم والإدارة واللغة العربية أحيانا إلى جانب اللغة الفرنسية لكن اللغة العربية هي اللغة الدستورية إذن يعني المغرب ينتمي إلى المنظومة العربية وعليه فإنه ينتمي إلى مجموعة بلدان العالم العربي كما تلاحظون هنا في هذه الخريطة المغرب ينتمي إلى بلدان العالم العربي نعم المغرب العربي أيضا ولكن مهم يعني بالشكل أكبر البلدان العالم العربي كما تلاحظون المغرب موليطاني الجزائر تونس ليبيا مصر السودان السودان تم تقسيمه للأسف السودان الصومال جيبوتي ثم السعودية اليمن عمان الإمارة العربية قطر البحرين الكويت العراق الأردن فلسطين المحتلة سوريا لبنان إذن هذه هي الدول العربية التي ينتمي إليها المغرب نظرا للعلاقة اللغوية ثم الخريطة رقم ربعة ألف لدينا بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط إذن المغرب أيضا ينتمي إلى بلدان البحر الأبيض المتوسط يعني وهي البلدان التي تقع على ضفتي البحر الأبيض المتوسط منها دول أوروبية ودول عربية إذن المغرب الجزائر إذن المغرب الجزائر تونس المغرب الجزائر تونس ليبيا مصر الفلسطيني المحتلة سوريا ولبنان أيضا الأردن تعتبر من بلدان مجموعة البحر الأبيض المتوسط نظر لأنها تتبع الإطار المناخي والجغرافي للبحر الأبيض المتوسط كما قلنا لبنان سوريا تركيا اليونان يعني كل هذه البلدان هي بلدان البحر الأبيض المتوسط تركيا اليونان البينيا أو ألبانيا البصنة والهرسك ثم هناك إيطاليا إيطاليا فرنسا وإسبانيا إذن كل هذه الدول هي ننسى مالطة أيضا مالطة إذن كل هذه البلدان هي بلدان البحر الأبيض المتوسط إذن هذه المجموعة الاقتصادية ينتمي إليها المغرب لدينا أيضا مجموعة بلدان العالم الإسلامي مجموعة بلدان العالم الإسلامي إذن العالم الإسلامي لدينا مجموعة من البلدان تشمل أغلب القارة الإفريقية يعني شمال القارة الإفريقية ثم جزء كبير من القارة الآسيوية لا تظهر هنا مجموعة من البلدان الإسلامية أيضا البلدان المهمة إذن هناك مجموعة أيضا ما لا يظهر في الخريطة من البلدان الإسلامية التي لا تظهر في الخريطة لدينا أندونيسيا وماليزيا يعني أهمها أندونيسيا وماليزيا بدفتا إلى الهند الهند أيضا هناك دول إسلامية يعني هناك تجمعات بشرية كبيرة للمسلمين تقريبا أكثر من 300 مليون مسلم في الهند لا أتكلم عن الباكستان أتكلم عن الهند الهند بها أكثر من 300 مليون مسلم ثم هناك ماليزيا وأندونيسيا التي فيها أكبر تجمعات السكانية المسلمة في العالم إذن كما قلنا هذه بلدان العالم الإسلامي مجموعة بلدان العالم الإسلامي ثم هنا بلدان المغرب العربي بلدان المغرب العربي مجموعة بلدان المغرب العربي وفيها خمس بلدان المغرب موريطانيا الجزائر تونس وليبيا ولو حصل هناك طموح للتوحيد بين هذه البلدان دائما المشاكل التي تفرضها علينا الجارة الجزائر هي التي تحول بيننا وبين إقامة هذا التجمع بلدان المغرب العربي إما على شكل قوة اقتصادية موحدة أو لما لا على شكل كونفيدرالية أو لما لا يبقى حلما ممكن تحقيق بلدان المغرب العربي فيما بينها هناك تقارب كبير فيما بينها من ناحية الثقافة من ناحية لاجات من ناحية الدين من ناحية التقاليد من ناحية مجموعة هذه الأشياء إذن يبقى هذا طموحا ممكنا التوحد على شكل كونفيدرالية إذن يبقى هذا تجمع بلدان المغرب العربي أو على شكل تجمع اقتصادي يعني لماذا مشروع الاتحاد الأوروبي نقلده في مجموعة بلدان المغرب العربي يكون المغرب العربي على نفس شكلة الاتحاد الأوروبي الحالي هذا أيضا ممكن ما الذي يمنع الاتحاد الأوروبي تقريبا نجدها تقريبا كأنها كتلة واحدة مواطنوها يعني بإمكانهم السفر بين بلدان الاتحاد الأوروبي بدون أي عراقيل الأنشيطة الاقتصادية بين بلدان الاتحاد الأوروبي أيضا بدون أي عراقيل لما لا نرى هذا الأمر أيضا في مجموعة بلدان المغرب العربي على الأقل إذا لم يكن هناك توحد سياسي لما لا يكون نوع من الاتحاد ذو طابع اقتصادي ودو طابع مجالي لما لا على شكلات الاتحاد الأوروبي لما لا ما الذي يمنعه هذا إذن كما قلنا المغرب يعني مجموعة البلدان الإسلامية أيضا ذكرناها سابقا ولا أحد الخارات الأربعة أحدد المجموعة التي ينتمي إليها المغرب إذن ذكرنا هذه المجموعة أحدد المجموعة التي تنتمي فقط إلى القارة الإفريقية إذن مجموعة البلدان المغرب العربي تنتمي فقط إلى القارة الإفريقية مجموعة بلدان المغرب العربي أميز المجموعات التي تنتمي إلى قارتين وأذكرها إذن هناك المجموعة التي تنتمي إلى قارتين وهي مجموعة البحر الأبيض المتوسط تنتمي إلى القارة الإفريقية والأوروبية والآسيوية هناك 3 قارات في الواقع هناك 3 قارات إذن المجموعة التي تتكول من قاراتين هي المجموعة بلدان العالم العربي مجموعة بلدان العالم العربي تنتمي إلى قاراتين الإفريقية والآسيوية أيضا مجموعة البلدان العالم الإسلامي اسلامي فيها مجموعة من القارات ايضا هناك مجموعة من القارات هناك القارة الافريقية هناك القارة الاسيوية هناك ايضا الاوروبية دولة البينيا دولة مسلمة تقع في اوروبا تقع في اوروبا اذا دول مجموعة بلدان العالم الاسلامي تنتمي الى ثلاث قارات نعم كما قلنا مجموعة بلدان العالم الاسلامي ومجموعة حوض البحر الابيض المتوسط تنتمي الى ثلاث قارات ايضا إذن أركب تعلماتي أناقش أنا ومجموعة فصلي الأهمية القصادية والاجتماعية لإمتداد البحرية للمغرب وانتماءاته لمجموعة جغرافية متعددة إذن هذا نشاط بينكم أعزائي التلاميذ نشاط بينكم لتحاولون تحديد الأهمية القصادية والاجتماعية لإمتداد البحرية للمغرب وانتمائه لمجموعة جغرافية متعددة فطبعا كما تعلمون فإن الانتماء إلى هذه المجموعات الجغرافية المتعددة وهذا الموقع الستراتيجي أهل المغرب لمجموعة من الإمكانيات الاقتصادية وإمكانيات الوساطة وما إلى ذلك وبتالي فهو يشكل حلقة وصل ما بين مجموعة من البلدان والقارات وهذه مسألة مهمة للنشاط الاقتصادي الذي يمكن أن يقوم به المغرب المقطع التعلمي الثالث أفسر البعداء الستراتيجي لموقع المغرب وعاين موقع المغرب من خلال صورة جوية إذن كما نلاحظ المغرب بلد يقع كما قلنا في موقع متميز في القارة الإفريقية وبالقرب من القارة الأوروبية وعلى وجهة بحرية كبيرة جدا يعني المغرب له مؤهلات خاصة إذن ألاحظ الصورة الجوية وقرأ معطايتها وأحدد موضوعها إذن موضوعها الموقع الجغرافي للمغرب وقالوا المسافة الفاصلة بين أوروبا والمغرب من جهة وبين أوروبا وباقي دول المغرب العربي من جهة تانية إذن المغرب تفصله عن أوروبا كما قلنا ما بين 15 و 14 كيلومترا فقط وباقي دول المغرب العربي إذن هناك مسافات كبيرة تفصل ما بين الأوروبا والجزائر أو تونس هناك مسافات كبيرة بينما المغرب تفصله مسافة بسيطة أبرز أهمية الموقع المغربي بالنسبة لإفريقية وما بالنسبة لأوروبا إذن المغرب يشكل حلقة وصل بين القارة الإفريقية وأوروبا يعني يمكن أن تخايد كان هناك أي طريق يربط ما بين المغرب وما بين إفريقيا وأوروبا فلا بد أن يمر من المغرب وقال الأهمية موقع المغرب بالنسبة لبلدان المغرب العربي إذن كما قلنا أيضا بالنسبة لبلدان المغرب العربي فالمغرب يشكل حلقة وصل ما بين بلدان المغرب العربي وأوروبا وأيضا ما بين بلدان المغرب العربي وإفريقيا يعني فبإمكان المغرب الطرق متوجهة بإتجاه ما وراء نهر السنغال وبالتالي فأيضا المغرب يشكل حلقة تواصل ما بين بلدان المغرب العربي وإفريقيا والقارة الأوروبية أبريس أهمية موقع المغرب بالنسبة لبلدان المغرب ذكرنا ذلك النشاط الثالث استخلص أهمية موقع المغرب إذن أقرأ النص مقتطف من كتاب التحدي للملك الراحل الحسن الثاني إن المغرب يشبه شجرة تمتد جذورها المغدية بعمق من أرض إفريقيا وتتنفس بفضل أوراقها المحفوفة بنسيم أوروبا إن حياة المغرب ليست عمودية فقط بل تمتد أفقيا نحو الشرق الذي نرتبط به ثقافيا ودينيا منذ القدم إذن ورد هذا النص في كتاب التحدي للحسن الثاني يعني لكتاب التحدي الحسن الثاني أحدد موضوعه وأعرف بصاحبه إذن موضوع النص هو وضعية المغرب مقتطف من كتاب التحدي إذن وضعية المغرب يعني أن المغرب يقع بين إفريقيا وأوروبا وأيضا له جذور تمتد أفقيا نحو الشرق الذي نرتبط به ثقافيا ودينيا منذ القدم يعني فإن المغرب له ارتباطات ما بين إفريقيا وأوروبا وبلدان الشرق يعني بالتالي فالمغرب له جذور متعددة استخرج منها أحدد مواد أعرف بصاحبه الملك الحسن الثاني يعني هو ملك المغرب يعني تولى يعني هو تاني تاني ملوك الدولة العلوية بعد الاستقلال بعد المرحوم الحسن بعد المغفور له محمد الخامس إذن بعد الاستقلال يعني تولى الحكم محمد الخامس وجاء بعده الحسن ابنه الحسن الثاني ثم جاء بعده سنة يعني بعد وفاته رحمه الله سنة 1999 جاء بعده محمد السادس جاء بعده محمد السادس نعم إذن فالحسن الثاني هو تاني ملوك الملوك بعد الاستقلال يعني الاستعمار الفرنسي استخرج منه ما يبرز أهمية موقع المغرب بالنسبة لأوروبا وإفريقيا إذن ما يبرر أهمية المغرب يعني هو قربه إلى إلى أوروبا قربه إلى أوروبا وكذلك قربه من من إفريقيا لديه جذور في إفريقيا ويعني قريب جدا من أوروبا إضافة إلى امتداد نحو الشرق الذي تربطنا به ثقافة ودين أبدعوا شكلا تعبيريا استلهموا مكوناته من النص يعني وهذا يمكن لكم أعزائي التلاميذ أعزائي تلميذة القيام به يعني تحاولون إن شاء نص نثري تعبرون فيه عن يعني وضعية المغرب المتلى بين ثلاثي قارات أوروبا وإفريقيا والمشرق عندما نقول مشرق يعني آسيا أركب تعلمات أربط بين الصورة خمسة والنص ستة لأكتب فقرة أعبر من خلالها عن أهمية موقع المغرب إذن نفس الشيء بإمكاني التلاميذ والتلميذات القيام به تقويم التعلم أذكر القارة التي يمكن لموقع المغرب أن يسهل الارتباط بها بواسطة جسر بحري مثلا يعني وبتالي فهي القارة الإفريقية عن طريق جسر في مضيق جبل طارق أميز بين القارات التي يرتبط بها المغرب باليابسة وتلك التي يفصله عنها البحر إذن المغرب يرتبط بقارة إفريقيا أنه جزء منها ثم يرتبط بالقارة الآسيوية ثم يرتبط بالقارة الأوروبية عن طريق جبل التي يفصل بينه وبينها جبل طارق ثم يفصله المحيط الأطلسي عن القارة الأمريكية أبحث أبحث عن وطائق أخرى أفسر بها البعد استراتيجي لموقع المغرب جغرافية لمادة الجغرافية يطرح علينا السؤال ماذا توفر لنا الطبيعة إذن الطبيعة توفر لبلدنا الحبيب توفر لنا موقعا استراتيجيا مهما وقد تدارسناه في الدرس الأول في الدرس الثاني سوف نرى شيئا آخر توفره لنا الطبيعة بحمد الله وهو تداريس وموارد سطحية متنوعة لهذا البلد الحبيب وهذا ما سنراه في الدرس القادم إن شاء الله شكرا على حسن تتبعكم وإلى لقاء آخر في درس قادم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة